موسيقى خطط الصين خطوة مهمة على مسار إحياء طريق الحرير الأسطوري للتجارة مع الغرب خطوة عززتها رحلة استمرت ثمانية عشر يوما انطلقت من الصين إلى المملكة المتحدة وترجمت رغبة صينية في توطيد العلاقات التجارية مع غرب أوروبا عبر استثمارات في البناء التحتية لتحفيز المبادلات وتمكين المصانع الصينية من أسواق جديدة موسيقى انطلق القطار يوم رأس السنة من الصين ووصل بعد ثمانية عشر يوما إلى المملكة المتحدة ليدخل التاريخ كأول قطار بضائع يربط البلدين مباشرة فرغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع دول أوروبا الغربية إن عكست بإعادة إحيائها طريق الحرير وبإرسالها القطار الذي وصل إلى منطقة شرق لندن بعدما قطع مسافة 12 ألف كيلو مترا القطار انطلق من مدينة يويو الصناعية جنوب العاصمة بكين وعبر في كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يعبر نفك المانش إلى بريطانيا اعتمد بكين على خدمة الشحن التي تقدمها شركة السكك الحديدية الصينية العامة يأتي نتيجة انخفاض كلفتها عن النقل الجوي وسرعتها مقارنة بالنقل البحري خطوة تهدف الصين من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القارات أملا في أن تترك منصبها الثاني وتتخطى الولايات المتحدة لتصبح القوة التجارية الأولى في العالم المزيد الآن حول طريق الحرير الجديد وأهميته الاستراتيجية والاقتصادية معك سامي لافتة هذه الرحلة رحلة القطار 18 يوما من الصين إلى المملكة المتحدة سننتظر لنرى ما الفوائد الحقيقية لمثل هذا الخط بلا شك هناك فوائد كبيرة خصوصا أنه طريق بري وليس طريق بحري وهو ما يحد من المناغصات الطرق البحرية فريسة سهلة بالنسبة لأي عدو لذلك اللجوء إلى الطرق البرية الأكثر أمانا بالنسبة للصين طريق الحرير تستمد اسمها مشاهدين من صناعة أنسجة الحرير التي اشتهرت فيها الصين ثلاث ألاف سنة قبل الميلاد ويقصد بطريق الحرير هو خط المواصلات البرية القديمة الممتد من الصين عبر مناطق غرب وشمال الصين وآسيا كلها إلى المناطق القريبة من إفريقيا وأوروبا وبواسط هذا الطريق كانت تجري التبادلات الواسعة النطاق من حيث السياسة والاقتصاد والثقافة بين مختلف المناطق والقوميات نشأت طريق الحرير بدأت عام 1877 عبر العالم الجغرافي الألماني فردناند فون ريتشوفن وامتدادا لطريق الحرير داخل أوروبا وصل مؤخرا أول قطار بضائع قادما من الصين إلى بريطانيا وكان ينقل أربعا وثلاثين حاوية تحوي ملابس وسلع استهلاكية أخرى وتعتبر الخدمة أقل كلفة من النقل الجوي وأسرع من النقل البحري كان الرئيس الصيني قد أعلن أن بلاده تهدف لرفع حجم تجارتها إلى تريليونين ونصف تريليون دولار عبر طريق الحرير خلال عشر سنوات فقط من الدول العربية التي تسعى للتعاون مع الصين لتطوير طريق الحرير وجعلها تمر عبر أراضيها الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية ومصر أيضا بالنسبة لدولة الإمارات العربية يتوقع الخبراء بنمو قطاع التجارة بينهما وبين الصين نحو عشر في المائة سنويا على مدى السنوات الثلاثة المقبلة إثر التبادل التجاري البحري في طريق الحرير البحرية أما بالنسبة للسعودية فتعتبر إعادة إحياء طريق الحرير انسجاما مع رؤية عام 2030 والمحادثات السعودية الصينية الأخيرة تؤدي لجعل السعودية موقعا لوجستيا عالميا مصر من ناحيتها تستفيد من وجود أكثر من 1200 شركة صينية فيها ستشجع طريق الحرير الاستثمارات فيها خصوصا مع وجود قناة سويس التي تسهل التبادل التجاري البحري أخيرا يقول خبراء اقتصاديون أن الصين ستعول أكثر على طريق الحرير للتجارة العالمية بعد وصول ترامب للرئاسة الأمريكية حتى تنسج بكين علاقات أفضل مع دول أوراسيا بعد البرودة الواضحة مع واشنطن مهند يبدو أن هناك حرب ممكن باردة مستقبلا في ظل وصول ترامب لسدة الحكم الذي لا يخفي عداوة تجاه الصين نظرا لوصول هذه البضائع نظرا لوصول الصين إلى أوروبا وإلى عدة دول وبالتالي كما قلت سابقا بأن الصين تحاول أن تلجأ عبر الطرق البرية الأكثر أمانا من الطرق البحرية التي ربما لقم سائغة بالنسبة وأكثر سهولة في المواجهة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ترامب ليس فقط يخفي عداعا بالنسبة للصين يخفي عداعا بالنسبة منطقة التجارة الحرة بشكل عام الولايات المتحدة قطب الرأسمالية الأول في العالم الآن على ما يبدو يتجه نحو مزيد من العزلة مزيد من انغلاق على الذات بينما الصين الدولة الشيوعية الدولة الاشتراكية تقدم نفسها كنموذج للتجارة الحرة لافتة هذه المفارقة نسأل ضيفنا عن بعض القضايا المتعلقة بهذا الخط الجديد معنا من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الأستاذ صادق الركابي سيد صادق مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا الخط الحرير كان يسمى في الماضي ربما التعبير الأفضل الآن خط البلاستيك بما أن الصين تنتج الكثير من هذه المواد أهمية هذا الخط برأيك وما الذي سيوفره بالفعل سواء للصين أو للدول الأخرى كفائدة منه بالفعل تحية لكم أخي مهند والجمهور بالفعل هذا خط مهم جدا للصين ويعتبر طوق النجاة في حال فرض الرئيس الأمريكي ترامب سياسات حماية أو عدائية مع الصين التي يتهمها بخفض العملة وبعدم الشفافية وبأنها تفسد الأسواق المالية لذلك هذا الخط يعطي الصين الإمكانية لأولا الوصول إلى أكبر أسواق تجارية بديلة عن الأسواق الأمريكية في حال حدث خلاف مستقبلي ثانيا يمكن الصين من تمرير سياساتها الناعمة نعلم أن الصين دائما كانت تسير خلف روسيا في حال حدثت بعض المشكلات السياسية لا تظهر في المقدمة الآن هي تريد أن توطد العلاقات التجارية مع أوروبا وبالتالي تقوي موقفها السياسي خاصة وأنها مقبلة على أزمة يبدو أنها في بحر الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الآخر الفوائد التجارية المهمة بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي كان يعاني وما يزال من أن الصين تريد أن تتحول من اقتصاد يعتمد على الصادرات الاقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي ويبدو أن هذه المحاولات ما تزال متعثرة وبالتالي قد تعود الصين إلى النموذج القديم ولا ننسى أن الصين صدرت في العام 2015 تريليونين ومائتين وثمانين مليار دولار بضائع وبالتالي هذا رقم كبير بالنسبة لحجم التجارة الدولية الأمر الآخر أن الصين تمكن من بناء هذا الخط الذي خصص له أكثر من خمسمائة مليار دولار تمكن شركاتها التي تعمل في مجال البناء التحتية من الوصول إلى أكبر قدر من المشاريع حتى في بريطانيا لدينا الكثير من مشاريع التي تشمل حتى المفاعلات النووية والتي حدث عليه بعض الإشكال أنه كيف يمكن أن تسمح للصين بالوصول إلى مشاريع حساسة بالنسبة للأمن البريطاني لكن تجاوزت بريطانيا هذه المعضلة على اعتبار أنها الصين سوق مهمة ولا تريد أن تعطل عملية التبادل التجاري بين الطرفين واضح دكتور صادقا ترامب يريد مواجهة مفتوحة مع الصين ما الأسلحة التي بيده لممارسة مزيد من الضغوط على هذا التمدد الصيني الواضح صحيح سياسة ترامب الحمائية أو التي تعارض أن يكون هناك إنتاج لشركات أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية قد يستخدمها كورقة الكثير من الشركات الأمريكية تستخدم المصانع الصينية في إنتاج سلاعها وقد يلجأ ترامب إلى فرض رسوم وضرائب وغرامات على شركات أمريكية تقوم بهذا العمل الأمر الآخر قد يلجأ ترامب إلى بيع أصول موجودة في الصين وبالتالي سحب رؤوس الأموال من السوق الصينية والتحول بها إلى السوق الأمريكية الملفت للنظر أن ترامب أيضا يشجع على عملية البريكزيت وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هو يضعف أسواق منافسة للولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدمها الصين ومثل الاتحاد الأوروبي وبالتالي يقوي علاقاته مع دول منفردة يعني دول ليست كتل وهذه الدول التي ليست تكون كتل تضعف قدرتها على التبادل التجاري مع الصين وبالتالي هو يسحب الأوراق التجارية من الصين وعندما تقوى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع حتى روسيا روسيا الحليف الاستراتيجي للصين قد يضعف موقف الصين في بعض المناطق كما ذكرتم في غرب آسيا وبالتالي يقوّد قدرة الصين حتى السياسية على استخدام هذه الأوراق طيب أستاذ صادق هل هذا الخط الآن الخط القطار يعتبر مسألة رمزية أكثر منها مسألة ذات جدوى اقتصادية لأن أولا كمية السلع التي يمكن نقلها بهذا القطار محدودة إلى حد كبير مقارنة مع الحاويات التي تنقل بالبحر أو حتى بالجو صحيح أن المدة الزمنية أسرع من النقل البحري ولكنها أقل من النقل الجوي هذا واحد اثنين عندما يعود هذا القطار هل يعود فارغا أم يعود محملا بشيء ما ما الذي ستكون عليه رحلة العودة من الناحية الاقتصادية بالفعل هذه نقاط مهمة هذه الرحلة التي وصلت إلى لندن هذا الأسبوع هي الرحلة رقم 1703 يعني في العام الماضي تقريبا من 2016 وهي الرحلات التي يبلغ حجمها ضعف ما كانت عليه في 2015 لكن كما ذكرتم حجم الحاويات أو حجم المقطورات في هذا القطار قد تبلغ إلى أقصى حد 200 مقطورة في حين أنه في النقل البحري هناك 20 ألف مقطورة لا يسمح القطار بنقل البضاع الكبيرة الحجم كالسيارات والماكينات الضخمة في حين أنك في النقل البحري تقوم بهذه العملية بسهولة الأمر الآخر أن هذا القطار يعود لحد هذه اللحظة فارغا يعني عملية النقل تذهب فقط من الصين إلى أوروبا لا تزال البضاع الأوروبية لا تستخدم هذا القطار وبالتالي هو يعود فارغ لأن المستثمرين أو التجار لا يمتلكون الثقة ولا يسل لديهم الكثير من المعلومات حول هذه الإمكانية أيضا نوعية السلع التي تصدرها أوروبا إلى الصين هي سلع كما ذكرت كبيرة الحجم لا تستوعبها هذه القطارات وبالتالي تبدو عملية النقل البحري والنقل الجوي ما تزال هي الوسيلة الأكثر ربحية بالنسبة للسلع الأوروبية أما بالنسبة للسلع الصينية فقد يكون لهذا القطار شأن في المستقبل خاصة وأن الصين تريد أن توسع من حجم المساحة إلى عشرين عاصمة أو عشرين مدينة أوروبية أخرى بالإضافة إلى العواصم الموجودة الآن دكتور صدق حقيقة لافت بأن موسكو تجد نفسها في مفترق طرق من هذا المشروع مشروع بكين طريق الحرير من جهة ترامب يخطب ودها من جهة أخرى حليف تقليدي لروسيا هي الصين ما الدور برأيك الروسي المرجح في هذه العملية الاقتصادية؟ بالفعل روسيا الآن تقف عند مفترق طرق هي أما أن تقرر أن تدخل في علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في بعض الملفات الصعبة السياسية ولا ننسى ملف الغاز ملف الغاز الذي الصين أيضا تعتبر تعمل على تطوير شبكة أنابيب أيضا تريد أن تستفيد منها في التصدير إلى أوروبا وبالتالي قد تدخل في عملية تنافس مع روسيا الروس لا يريدون أن يكون للصينيين السبق في هذه القطاعات التجارية وقطاعات البناء التحتية على حساب علاقاتهم هم ولذلك بالفعل موقف روسيا الآن قد يكون محرج وقد يفلح ترامب هذه نقطة دقيقة يعني السؤال هو لماذا نرى بأن ترامب الآن يعمل على توطيد العلاقة مع روسيا في حين أنه يوجه العداء مباشرة إلى الصين قد تكون هذه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية المقبلة في شق هذا الحلف الروسي الصيني واستخدام الأوراق التجارية في الاستفادة سياسيا في بعض مناطق النزاع في الشرق الأوسط وحتى في داخل القارة الأوروبية على اعتبار خروج بريطانيا المستقبلي من الاتحاد الأوروبي شكرا لك سيد صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية كان معنا من لندن هذا ليس القط الأول سامي إلى أوروبا هناك حوالي عشر خطوط من الصين إلى عدد من المدن الأوروبية بما فيها مدريد في إسبانيا وهامبرغ في ألمانيا ولكن هذه أول مرة يصل القطار عبر قناة المونش إلى المملكة المتحدة بعد توغل الصين في أفريقيا قارة الصمراء وتمددها بشكل لافت يبدو أن التعويل الآن على أوروبا وضرب هذه العلاقة العودة فارغة هذه مشكلة مشكلة كبيرة صحيح